متابعي قناة انفوتك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير معاكم مروة سليمان وخبر جديد من أخبار الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة تركزنا دايما عن كل ما هو جديد في هذا المجال وحنتكلم النهاردة عن ما تم نشره من خلال الفيديو اللي قام في إيلون مصك والفريق بتاعه بالإعلان عن النموذج الجديد جروك 3 واللي بيقوله إن هو يتميز هذا النموذج بقدرات حوسبة بتفوق جروك 2 بعشر أضعف وكانوا أكملوا تدريبه في أوائل يناير عام 2025 ومصك أشار إن جروك 3 بيتفوق في رياضيات والعلوم والبرمجة لو بصيتوا للشارت اللي قدامكم هتلاقي إن هو متفوق على كل من جروك 3 mini وجمناي 2 pro وديب سيك فيرجن 3 وكلود 3.5 sonnet وجي بي تي 4.0 جروك 3 مش هيكون متاح إلا لمشتركة فئة بريميام بلس أنا لدي حساب على بريميام ولكن للأسف قال لي علشان تستخدمي جروك 3 لازم ترقي الحساب بريميام بلس على منصة X تقدر تستخدمه بشكل مباشر عليها وحيطلقوا اشتراك جديد اسمه سوبر جروك حيكون خاص بالتطبيق على الهواتف وموقع جروك دوت كوم ده بالنسبة اللي عايز يستخدمه على الموقع أو على الهاتف بالنسبة لي النماذج السابق حتكون مفتوحة المصدر بمجرد ندوج النموذج الأحدث بالكامل حيكون بقية النماذج موجودة بشكل مجاني التطورات دي طبعا بتيجي في فترة احنا شايفين التصاعد الكبير جدا وعملية التطور الكبيرة جدا اللي تمت على نماذج الذكاء الاصطناعي والتحديثات الجديدة من شركات كبيرة زي OpenAI اللي لسه عامل اعلان عن انها في خلال اسابيع أو في خلال شهور GBT5 هيكون متاح وقبليه GBT4.5 وايضا التطورات الكبيرة الخاصة ببقية الشركات علشان كده احنا شايفين التنافس قد ايه بدأ انه هو يكبر بالنسبة لجروك 3 هو عبارة عن ريزونينج موديل موجود فيه 2 مود الديب سورش وهو بيعتمد على البحث العميق وايضا الثينك وبيعتمد على التفكير وفي العصف الزهني وتحليل البيانات لو انت دخلت على جروك 3 هتلاقي الوجهة مشابهة جدا لوجهة شات جي بيتي هتلاقي عندك 2 مودز ديب سورش وعندك ثينك ديب سورش تقريبا نفس الميزة الموجودة في الديب سورش في البرو بلان الخاص بشركة شات جي بيتي وايضا عندك الثينك وهو الريزونينج موديل لكن انت بتستخدم الديب سورش لو انت عايز بحث اكثر عمقا بحل البيانات بالاتاتشمنت زي وزي جروك 2 وحنخش دلوقتي على جروك 2 ونشوف هذا النموذج الاخير المتاح حاليا زي ما قلتلكم تقدروا انكم تستخدموه حتلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو علشان تجربوه ايضا وزي ما قلتلكم علشان تجرب جروك 3 لازم تكون في البريميوم بلس تقدر تروح لجروك.com وحتلاقي جروك مفتوح لكل اليوزر فور فري ان هما يجربو جروك 2 ولكن الموضوع limited ولكنه مفتوح بشكل مجاني ودي حاجة تعتبر كويسة جدا جروك 3 research research the recent medical literature on magnesium supplement مثلا عشان تجربوه احبه برضو ان انا اورهولك هنا حيبتدي اديك research عن النقطة اللي انت عايزها وحيبتدي اديك 20 web pages اللي هو المصادر اللي هو جب منها هذه الاجابة ده مثلا مثال على الجزء المتعلق بالresearch لو عايز تروح مرة تانية تبتدي تعمل new chat بتبتدي تدوس على new chat فيه brainstorming مثل brainstorming for a brand campaign معينة هنا start by asking me about my target audience ممكن هنا مثلا اقوله educational blood for هبتدي ان هو يسألني بيقولي can you help me brainstorming ideas for brand campaign عايز اعمل brand campaign فبقوله انا عندي منصة تعليمية وابتدي ان هو يسألني شوية اسئلة وابتدي ان انا ارد عليه وهكذا فيه ايضا امكانية ان انت تروح تعمل analyze the data تبتي ترفع ملف وتعمل analyze the document معين اروح ارفع ملف سألو help me summarize this document هيبتدي يدي تلخيص للملف زي ما احنا شايفين ما خدش وقت فيه ايضا generate image ممكن تcreate image هنا هاختر اي حاجة من دول اي مثال من الامثلة دي انا بس بوريك الامكانيات بتاعة grog2 الوقتي متاح تقدر ان انت تستخدمه بشكل مجاني زي ما قلتلك هنا تم انتاج الصور زي ما احنا شايفين دي الصور المنتجة بواسطة grog كمان يقدر ان هو يكتب كود help me write a function help me debug my code help me learn python بشكل عام انا شايفة ان تجربة grog2 بشكل مجاني نوم افتوح بشكل مجاني ده شيء كويس هو هيكون limited اكيد في الخطة المجانية تماما ولكن اكيد بعض الاكاونت على تويتر قالت انه هو في الكودنج مش بالقوة اللي احنا كنا متخيلينها ولكن زي ما قلتلكم هو التجربة خير دليل للي حب تجرب طبعا جروك اكيد انتظر طبعا الفيدباك بتاعكم لو انت فعلا جربت grog3 وكنت على premium plus بالنسبة لي فيديو النهاردة حبيت بس اقديك كده نظرة سريعة على grog2 علشان تجربوا حطولك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو ودي كانت المعلومات عن grog3 اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة وزي بقولك في نهاية كل فيديو بتنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنت متابعين الاعزاء بتنساش لايك وشير وكمنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته